دعوة التزوير الأصلية ودعوة التزوير الفرعية يعني إيه دعوة التزوير الأصلية؟ يعني جرت العادة أن أي واحد معه ورقة موقعه أو منسب توقعها لزيد من الناس هيحتج بيه عليها؟ المادة 45 من قانون الإثبات نصت على أن كل اللي بيده ورقة ليها توقيع منسوب لحد له أنه ممكن يقيم دعوة بإثبات صحة ذلك التوقيع عكسها بقى عكسها أن التوقيع ده مزور أن عقد البيع ده مزور أن عقد الإيجار ده مزور أن وصل الأمانة ده مزور إحنا هنبقى في دعوة التزوير الأصلية أنا عرفت أن فيه واحد زيد من الناس معه ورقة منسوب توقع حالية وأنا لم أوقع عليها يبقى أصبح من حقي إقامة دعوة تزوير أصلي ده لها سند في القانون؟ أي ولا سند في القانون لها نص المادة 59 من قانون الإثبات اللي بتقول يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوة أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة يعني النص محدد أنك عرفت أن زيد من الناس معاه ورقة منسوب توقيحها لك وإنت ما وقعتش عليه سمحت لك هذه المادة في قانون الإثبات المادة 59 أنك تقيم دعوة أصلية دي اسمها دعوة تزوير أصلي دي غير أنه واحد يكون رفع دعوة ويحتج بك بيحتج عليك بتوقيعك في هذه الدعوة على أي ورقة معينة دي تقدر تطعن فيها بالتزوير ودي اسمها دعوة التزوير الفرعية هنتكلم عليها بس بعد ما نخلص دعوة تزوير الأصلي يعني عندي طريقين طريق لو ما فيش دعوة مرفوعة خالص ترفع دعوة تزوير أصلية بالطرق المعتادة عريضة دعوة الكتب تستند فيها إلى أسباب تزوير هذه الورقة وتستند فيها إلى عرضها مثلا على الطب الشرعي أو لو كانت بصمة تقول عرضها على الأدلة الجنائية علشان تفحص هذا التوقيع الطب الشرعي في خبراء الخطوط يقولوا ده توقيعك ولا مش توقيعك فإذا ما جاء التقرير إن ده مش توقيعك حكمت المحكمة برد وبطلان الورقة على طوله نامزة ووراق ودي بقى لها قصص تانية ممكن تحيل بقى للنيابة العامة والنيابة تحقق في دعوة تزوير وتهمة التزوير لها قطعة تانية لكن احنا عايزين نقول إن دعوة التزوير الأصلي هي دعوة تقام بالطرق المعتادة لإقامة الدعوة لإثبات تزوير مستند رسمي أو عرفي بكافة طرق الإثبات القانونية والمصلحة هنا بتكمن في أن رافعها يتجنب الحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج عليه في المستقبل وقلنا دي اللي بيناتها المادة 59 من قانون الإثبات وهذه الدعوة بتختلف من حيث شروط قابلها عن دعوة تزوير الفرعية لإن الأخيرة اللي هي دعوة تزوير الفرعية بتقام بسبب دعوة موضوعية شغالة أمام المحاكم بيستند فيها المدعي أو المدعي عليه إلى ورقة منسوب صدورها إليك وهي مزورة عليك يبقى الاختلاف هنا أن ما فيش هنا دعوة في الدعوة الأصلية أنا برفع دعوة مبتدأة خالص من أول وجديد لكن الدعوة تزوير الفرعية بتبقى فيه دعوة متدولة والراجل قدم ورقة يمحتاج فيها بها عليك أنك أنت موقع عليها بتوجه له فيها دعوة تزوير فرعية الدفع يتعين على المحكمة الفصل فيه في الدعوة تزوير الفرعية قبل الفصل في الموضوع يعني في دعوة تزوير الفرعية اللي لها نصوص حكمها في قانون الإجراءات ولا قانون الإجراءات الجنائية الدعوة التزوير الأصلية الفرعية بتتناقش في دعوة مرفوعة وبيحتاج فيها عليك بورقة منصوب توقيع يعني نضرب مثل طب نضرب مثل واحد رفع دعوة بصحة ونفاذ عقد بيع عقار معين أو محدد بالذات على المالك وبيقول فيه أن الراجل باع لي الشقة اللي في الدور الخامس بحري شرقي غربي إبلم بين حلولها وبياناتها ومساحتها ومعالمها ووصفها والبايع ما بيعش يبقى في الحالة دي الدعوة ترفعت ودعوة مقامة بطلبات معينة وهي صحة ونفاذ عقدي بيعبتداء يجي المدعى ليه يجي يقول أنا بوجه دعوة فرعية برد وبطلان هذا العقد لأن التوقيع المنسوب الصدورة وليه مزور علي ولم يصدر مني وبحتاج في إثبات ذلك إلى كافة طرق الإثبات القانونية ومنها إحالة هذه الأوراق أو الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص التوقيع المنسوب صدوره ليه على العقد والمحكمة بتقبل هذا وبتقول له اعمل إعلان مذكرة شوائر التزوير يروح يعمل تقرير في ألم كتاب المحكمة يقول فيها رئيس الألم بيكتب فيها حضرة أمامنا فلان وقرر أنه يطعن بالتزوير على الورقة العقد المؤرخ كذا الموضع في الدعوة رقم كذا وأسباب الطعن فيه 1 2 3 4 وبعدين يوقع على التقرير ورئيس الألم بيوقع وسكرتير الجلسة بيوقع وبعدين المحكمة بتقول له اعلن شوائر التزوير وإعلان شوائر التزوير ده منصوص عليه في القانون أنه لازم يعلن في خلال 8 أيام من تاريخ التقرير بالطعن بالتزوير وإلا هياخد عدم قبول يعني إن لم يعلن في خلال 8 أيام ياخد عدم قبول المعاد ده متحدد معاد إجرائي لصح لصدق اتخاذ الإجراء وإعلان مزاكرة شوائر التزوير في أقرب مدة معينة وهي 8 أيام المحكمة بعد ما بتأخذ إعلان مزاكرة شوائر التزوير بتحكم حكم تمهيدي بإعالة أوراق الدعوة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي بالعنوان الكائنة به المحكمة لو في القاهرة يبقى بالقاهرة لو في المنصورة يبقى في المنصورة لو في اسكندرية يبقى في اسكندرية التابع له في دايرته المحكمة لفحص التوقيع طبقاً لما ورده بمزاكرة شوائر التزوير بتروح الملف وبيحدد أمانة خبرة بيتفحى الطاعن بالتزوير في خزينة المحكمة أو في المصلحة وبيتحال الأوراق إلى مختص متخصص في بحث الخطوط ويستدعي الطاعن وياخد استكتابه على أوراقتين ثلاثة كل ورقة فيها عشر خمستاشر توقيع ويبتلي يضاهي التوقيعات مع أوراق مضاهة رسمية أسمة جواز عقد مسجل توكيل فشار العقاري أي مستند رسمي أو عرفي يعترف به من الطرف الآخر يتقدم لأوراق المضاهة ويطابق والله لو جهي أن التوقيع توقيعه بياخد المحكمة بقى بتقضي في حالة يثبوت أن التوقيع صحيح وأنه ادعى كذباً أنه هو مزور المحكمة بتحكم أولاً برفض الطعن بالتزوير وبعدين تعيد الدعوة للمرافعة وليتناضل الخصوم في موضوع الدعوة وبعدين تقضي بعد كده تأسيساً على الحكم برفض الطعن بالتزوير بصحة ونفاذ العقد أو لصحة التوقيع طيب لو جهي التقرير الطب الشرعي أن التوقيع مش توقيع الطعن الطعن بالتزوير لو جهي أنه ليس توقيعه وأنه مختلف معاه في الأوصاف وفي المادة وفي اللفة الخصائص الخاصة بالخطوط تيجي مختلفة الجرات اللفات الميول اللي بيعرفوها اللي في مساءة طب الشرع هنا في الحالة دي بييجي يقول أنه هو مزور المحكمة بتقوم حاجزة الدعوة للحكم ولا يجوز لها أن تقضي في الطعن وفي الموضوع في وقت في آن واحد لا لازم تقضي الأول يا إما بصحة المحرر يا إما بتزوير المحرر أو برده وبطلانه وبعدين تعيد الدعوة تبقى تحكم في الموضوع بمسألة أخرى لاحقة يبقى دعوة التزوير الأصلية هي الدعوة لمن علم بوجود المحرر المزور مع آخر منسوب صدوره إليه أو إلى مورسه يعني هب إن الراجل توفى وإبنه عرف إن فيه توقيع منسوب لابوه مع واحد تاني سيان بقى هو ممكن برضو يقيم دعوة التزوير الأصلية لأن الالتزامات سواء كانت هذه الورقة تحمل التزامات شخصية أو عينية كعقد البيع أو عقد الإيجار أو إيصال بمبلغ نقدي الإختصاص القيمي لدعوة التزوير الأصلية حسب قيمة الحق المثبت في المحرر يعني على القانون الأديم اللي من واحد عشرة هيبقى له اختصاص قيمي آخر إذا كانت قيمة العقد أو قيمة الورقة أو قيمة الإيصال أقل من مئة ألف جنيه هيختص بها المحاكمة الجزئية ده اللي اسمه الإختصاص القيمي احنا كان عندنا حلقة سابقة شرحنا فيها التعديل بتاع قانون المرافعات في رفع الإختصاص القيمي للمحاكم ولو هو أكتر من مئة ألف هيبقى الإختصاص إلى المحكمة الابتدائية لكن بعد تعديل قانون المرافعات اللي سبق الحلقة الماضية شرحناه هيبقى الإختصاص القيمي للمحاكمة الجزئية مئتين ألف جنيه أما الإختصاص القيمي للمحاكمة الابتدائية هيبقى فوق المئتين ألف جنيه وعمل الانتهائي من خمساشر ألف إلى تلاتين ألف لكن احنا إلى لحد الإختصاص القيمي لحد واحد عشر اللي جاي هيبقى خاص بالمحاكمة الجزئية لحد مئة ألف جنيه بعد واحد عشرة يبقى لحد 200 ألف جنيه إذن الإختصاص القيمي للدعوة التزوير الأصلية هيبقى حسب قيمة الحق المثبت بالمحر ومحكمة الناضى أرثت قعدة قانونية مهمة جدا في المسألة دي قالت جواز إقامة دعوة تزوير أصلية حالة تقديم المحرر المزور أمام المحكمة وقبل الفصل فيه وعملت لنا ثلاث سيناريوهات يعني لو واحد احتج في دعوة أصلية على واحد تاني بتوقيع منزوب صدوره له وهو يعلم أو مورسه يعلم أن الورقة دي مزورها ممكن ما يروحش يعمل دعوة تزوير فرعية لا 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 ده ممكن يرفع دعوة تزوير أصلية يشير فيها لأن الورقة المدعف الدعوة الفلانية اللي لم يتم الفصل بصحتها أو بطلنها مزورة عليه أو على مورسه يرفعها دعوة تزوير أصلية أمام محكمة الموضوع لوحدها المحكمة اللي هتبقى منظور فيها هذه الورقة هتقضي بوقف الدعوة تعليقا لحين الفصل في دعوة تزوير الأصلية اللي مرفوعة ابتداء بعد رفع الدعوة اللي مودع فيها المستند المزور قالت ايه التلاث سيناريوهات حال صحة المحرر أو التنازل عنه أو تنازل المتمسك به من الاحتجاج به يعني لو الورقة النص بتاعم حكم النقض النقضي روح أحسن إذا قدم المحرر المزور أمام المحكمة إلا أنها لم تفصل فيه بصحته أو تزويره أو تنازل المتمسك به في الاحتجاج به فإن ذلك لا يمنع من إقامة دعوة التزوير الأصلي يعني المهرر مودع قدام المحكمة المحكمة لسه محكمة شلاب صحته ولا بتزويره وحتى لو تنازل اللي قدمه عن التمسك بالاحتجاج بالتوقع به قالت بحكمة النقض يجوز أنه يقيم دعوة أصلية برد وبطلان هذا العقد والحكم ده رقمه 12400 السنة 78 قاف حكم حديث جدا لأنه إحنا يدوب في السنة 79 يبقى الأصل أن المحرر المزور يجوز رفع دعوة تزوير أصلي ترجمة نانسي قنقر